فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن مجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين نعم تشبه بالمنعم عليهم أهل الصراط المستقيم يورث محبة لهم ويورث انضماما إليهم وبحثا عن صفاتهم وتشبه بالمغضوب عليهم وهم اليهود والظالين وهم النصارى على العكس يحدث في نفس المتشبه ميولا إلى المغضوب عليهم وإلى الظالين وأن يقتبس من أخلاقهم ومن عاداتهم الفاسدة وتقاليدهم الكاسدة بحسب ما يعلق به من التشبه به فالتشبه لا شك أنه يجر إلى المتشبه به سواء كان طيبا أو سيئا نعم